المعلمة عسلية معلمة سوق الجمعة والمعلمة عسلية معروفة آلاميا إنها 6 جدعة وإنها 600 راجل وإنها بتقول أنا سعيدة جدا إن أنا هكون فنانة وهي هتمثل قريب جدا مصرحية مع الفنان عصام شعبان عبد الرحيم وهي بتقول هي سعيدة جدا بهذه المصرحية هتمثلها على مصرح جلال الشرقاوي وهي بتقول هي سعيدة جدا بخوض هذه التجربة كان نفسها من زمان وحلم حياتها إنها تكون فنانة لكن ربنا حقالها الأمنية دي لكن بعد وقت طويل لإن هي كانت مش متوقعة إن هي في هذا العمر إنها تصبح فنانة وإنها تكون فنانة ومعروفة كما صرحت إن حلم حياتها وأمنية حياتها إنها تقابل الفنان الزعيم الكبير عاد الإمام وإنها تمثل معاه وقالت ده حلم كبير جدا ونفسي ربنا يحققه لي إن أنا أمثل معاه ولو حتى مشهد واحد ونفسي حتى أعمله كبيرا باية شاي لإن أنا بحب الفنان الكبير عاد الإمام جدا وكل أفلامه بتعجبني وكل مصرحياته بتعجبني جدا كما صرحت أنها مهما وصلت لأي نجاح فني عمرها ما هتسيب مهنتها الأساسية وهي التجارة في سوق الجمعة هي بتقول دي مهنتي الأساسية وعمري في حياتي ما هقدر أبعد عنها لإن أنا بحبها جدا وهي اللي عرفت الناس بي وبتقول بنتها تكون معاه في المصرحية إلا هتمثلها وبتقول إن هي سعيدة جدا بطاقم العمل اللي هي هتشتغل معاه وهي هتقوم فيه بدور شخصيتها الحقيقية وهي المعلمة عسلية هتقوم فيه بدور معلمة وهي طبعا معروفة طبعا إن هي معلمة ومشهورة بالجدعانة ومشهورة إنها فعلا ست جميلة وست طيبة جدا كما قالت أنا سعيدة جدا إن بشارك هذه المصرحية مع الفنان الجميل عصام شعبان عبد الرحيم طبعا ده فنان جميل وهو طبعا ابن الفنان الجميل شعبان عبد الرحيم وقالت هذا العمل كان نفسي من زمان إن أنا أعمل عمل مسرحي وربنا حقق لهذه الأمنية وسعيدة جدا إن أنا هشارك الفنانة الجميلة غادة إبراهيم في التمثيل لإن هي فنانة جميلة وكل أدوارها بتعجبني وهي بتقول أنا أمنيت حياتي إن المصرحية تنجح لإن أنا نفسي إن أنا أكون فنانة نجحة وفنانة معروفة وإحنا طبعا بنتمنى للفنانة عسلية والمعلمة عسلية الجميلة إنها تكون دايما نجحة وإنها تكون متميزة وكل أدوارها تحظى على إعجاب الجمهور